الخطوات الثانية برضو حاجة تانية احنا مفروض ان احنا الغاز الطبيعي بيكلف الدولة على فكرة انا مبارح من معالي وزير البترول بيكلف الدولة حوالي من 3-18 الى 4 دولار للموحدة حارية احنا كنا بناخده بتلاتة دولار فكان عاوز يزود السارع الى 3-4 فعلا السارع هيزيد لكن مش هيزيد على الكهرباء بمعنى ان الربع الدولار الاضافي ده هو اللي بتتكفل ده الموازنة العامة ده يمثل حوالي 29.9 مليار جنيه تقريبا تثبيت مقابل خدمة العملاء اه حاجة تانية برضو اخيرا بقى مقدار اللي احنا عملناه احنا خفضنا يعني الخمس سنوات بالاضافة الى التخفيض العشر قروش بالاضافة الى اللي هو الدعم اللي بياخده وصد البترول من الشريب تلاتة دولار من الغاز طبيعي تلات دولار مش تلاتة وربع دولار وهكذا كل الكلام ده بيمثل تكلفة او عبق كبير على الخمس سنوات القادمة للدولة في هذا العمل مقدار متحمل ده الله جماعة الكل ده على بعضه هيصل في الخمس سنين حوالي 78 وستة من عشرة مليار جنيه انا موري لحضراتكم الدولة عامل ايه وبتتعامل مع الظرف بتاع جائحة كورونا ازاي وبالتالي نشوف يعني انا عارف ان الصناعة كانت لها بعض المطالب والحمد الله اعتقد ان ديت تقدر تتوافق جيدا جدا مع طلبات الصناعة اسعار الطاقة الكهربائية العام المالي عشرين واحد وعشرين انا اعاوز اوارد لحدتك حاجة يباين هنا يمكن الواضح على الشمال اللي هنا موجود الاسعار اللي كلها الزيادة فيها سفر سفر يعني ايه سفر؟ مفيز زيادة في القدرات متأسف في التكلفة بتاعت او سعر الكيلوات اوار على الجهد الفائق والعالي والمتوسط الزيادة يعني هتتم على الجهد المرخفط في بعض الزيادات كان نسبة الزيادة السنة اللي فاتت اللي انا عملناها كانت حوالي ٢٣1 في المية الزيادة السنة دي في المتوسط ١٩١ انا اقل شوية من السنة اللي فاتت العام المالي القادم انا عاوز اواري احضرتك حاجة ثانية حاواري احضرتك هنا حاجة مهمة متوسط سعر البيع للعام الماضي كان حوالي للجهد المنخفط كان حوالي ٥٠ أرش لكل كيلوات ساعدة في 18-19 19-20 وصل 64-13 المتوسط سعر المقترح في الوقت الحالي 76-7-10 الزيادة اللي هنا على المنازل فقط زادت فقط 19-1-10 السنة الفاكة زايدة كان كانت 21-3-10 يعني احنا حتى الزيادة اللي عملناها السنة دي كانت أقل من الزيادات اللي كانت موجودة في السنوات السابقة